لو جينا مثلا شفنا التكوين القلب تكوين القلب يبقى فيه تكوين طبيعي غرف القلب وصماماتها فيه أطفال مثلا بتتولد بيبقى عندها حاجة اسمها نعكاس في الشريان يعني الشريان الرئوي يطلع من المسار غير طبيعي بلاقي البيبي مولود أزرق ناخده من قط الولادة على قط العمليات بنعمل تدخل عشان نحاول ننقذ الوضع وبعد كده نبدأ نحدد له عملية أخرى تانية ده مثال للعيوب الخلقية مشاكل مثلا الشراينة تجاي الناس اللي بتعاني من الزباحات العيان ما يبقاش فاهم قوي للمشكلة الطبية أي هو ليه العرض هو جاي بألام في الصادر زي ما حضرتك قلت الصبح ألام شديدة عندنا احنا بنقسمها زباحات مستقرة أو غير مستقرة أو ألام تحتمل أن فيه سلاخ في الشريان أو حاجة زي كده لما يبقى الانسداد في منبع الشريان الأساسي طبعا دي حالة طريقة بنقول يلا تفضل على قط الأسطرة تفضل على قط جراحة القلب بتتحضر بسرعة وتدخل بسرعة ده مثال لي مشاكل الشريانة تاجي كهربة القلب احنا قاعدين كلنا احنا التلاتة هو إقاعنا مستمر قلبنا شغال وإحنا بنتكلم وزي الفل الحمد لله فيه ناس بيجي لها خلل كهربة القلب زي ما حبابي نشوف مفاجئ طبعا بيبقى فيه خلل يا إما بتصارع عنيف جدا مع اختلال في قاع القلب وده اللي بيعمل السكتة القلبية المفاجئة اللي عند الشباب كتير الأيام دي اللي أسفل فوليها أسبابها وليها دوعية لو لقاطنا العيان ده مثلا وإحنا بنفحصه هو بيجي انه تعبان وحاسس بألام وحاس بهبوط وروحه بتتسحب منه مجرد ما بشوف رسم القلب الأولي بقول لي اتفضل فندم على الاي سيو على طول فورا يا إما حنحط منظم ضربات القلب أو حياخد صدمات كهربائية أو حيدخل حاجة اسمها دراسة كهروفيسيولوجية لكهربة القلب بعد كده بتستدعيها تدخلات معينة